أن الرئيس تبون لم يعد يثق في السلطة الفلسطينية ومن حقه هذا من حقه وهذا مطلب شعبي نعم مطلب شعبي جزائري كل الشعب الجزائري يطلب من الرئيس تبون إعادة النظر في تعامل مع السلطة الفلسطينية التي فقدت الشرعية نعم من حقنا كشعب جزائري أن نعرف أن نعرف مثل ما يقول راسنا مرجلين المساعدات التي تقدمها الجزائر للسلطة الفلسطينية هل تصل إلى إخواننا المقاومين في اخطاء غزة أم لا إذا كانت تصل كيف وأين إذا كانت لا تصل فنحن نرفض أن نمول أن نمول عملاء الكيان الصيوني نعم نرفض أن نمول أن نساعد عملاء الكيان الصيوني لأن الأموال التي نعطوها للسلطة الفلسطينية تروح لحسين الشيخ وغيره يتنعم بها هم وولادهم وبناتهم ونساهم في دبي وأبو ظبي وباريس أسطنبول أموال الشعب الجزائري يتنعموا هم وولادهم بينما يستحقوا صح المساعدة اللي هم في قطاع غزة أو حتى في بعض المخيمات في الظفة الغربية لا تصلوا ماتي المساعدة وبالتالي بات من الضروري إعادة النظر في تعاملنا مع السلطة الفلسطينية وفي إدارة المساعدات التي تقدمها الجزائر للسلطة الفلسطينية لأننا نساعد الشعب الفلسطيني وكنا وما زلنا نتمنى أن تكون مصالحة شاملة في فلسطين مثل ما خططت لها الدولة الجزائرية وقاد المفاوضات الرئيس عبد المجيد تبون قبل أشهر عندما أجلس كل من إسماعيل هنية ومحمود عباس وباقي القيادات في حركة حباس وحركة فتح يعني مع بعض وكان المفروض يكون فيه مصالحة ولكن للأسف الشديد النتائج لم تظهر إذن بات من الضروري إعادة النظر في علاقتنا مع السلطة الفلسطينية وفي مساعدتنا للسلطة الفلسطينية لأن المساعدات لا تصل إلى مستحقيها كما يلزم هذا الأمر قد نناقشه أكثر بعد انتهاء الحرب في غزة بإذن الله لأن علاقتنا مع فلسطين قبل 7 أكتوبر لن تكون هي نفسها مع فلسطين بعد 7 أكتوبر لأنه بصراحة تغيرت المفاهيم وتغيرت معطيات الآن اللي حقوا نتائج والآن اللي رهم ينفذوا في البنود الحقيقية للمقاومة هم إخوانا في غزة وليسوا جماعة أرام الله جماعة الفناديق خمس نجوم والقصور والمزارة لا أمر هذا لازم يكون فيه إعادة نظر قلت أنه الموضوع اللي تكلمت عليه هنا اليوم وصهرت اليوم موضوع في غاية الأهمية والخطورة موضوع اللي في غاية الأهمية والخطورة يتعلق بأن الصاب المحتال ابن الحركي أمين بالعزوغ أمين بالعزوغ هذا يا أن الصاب وليد الحركي للأسف شديد يتكلم باسم قضاة وكي نقول قضاة يعني وكلاء جمهورية وقضاة حكم وقضاة تحقيق وطبعا رؤساء محاكم ومجالس ويتكلم في مجالس موضوع اللي بخارسة هو مع صحابه لم يكن يسمع مع صاحبي ومع صاحبي صاحبي والصيف خلصت له عطله المرتاح اذا وكيل جمهورية حسين داي وكيل جمهورية حسين داي اللي يعرفوا يخبروا وقلوا قاعدة من صدير الملف رأوصني الملف كين قول ملف الملف اللي يتكلم عليها بالعزوق ممكن يكون صحيح ممكن يكون غالط ما لديه من معلومات رسمية ما لديه من معلومات رسمية أن وكيل جمهورية محكمة حسين داي قضى العطلة التاع الصيفية هو وزوجته في فرنسا من باريس إلى مارسيليا إلى بعض المناطق هذا أمر طبيعي قاضي وكيل جمهورية يقضي العطلة التاع وهو والعائلة التاع عادي جدا هنا الموضوع لا يخصني ولا يهمني ولا يهم أي واحد إطار في الدولة يقضي العطلة التاع اللي يسه لكن الشي اللي لازم يفهم وكيل جمهورية هو أنه ما بلغني وصني وفي حتى هو أنه أمين بالعزوك يدعي وهنا لنقطة المهمة هل الكلام صحيح أو غير صحيح وكيل جمهورية حقق إذا كان بالفعل أو أسرارك خرجت إذا كان كلام غير صحيح خوض حذرك يا وكيل جمهورية خوض حذرك ما نش حاب نسمي اسمك رك معروف وكيل جمهورية الرئيسي البرنسيبال يعني باش واحد ما يقولك جبس ديرك تدريعي البرنسيبال وكيل جمهورية الرئيسية لمحكمة حسين داي قضى العطلة في فرنسا وراح حتى المناطق مارسيج وباريس أمين بالعزوك يقول باللي هو اللي خلص له العطلة بي دافيون والليزوتيل وزاد أعطالوا مصروف جيب يعني العطلة وكيل جمهورية تكلفتها كامل عشرين ولا ثلاثين ألف أورو تكفل بها أمين بالعزو هو اللي خلص له العطلة انتعوا بريزون شارج توتال من الطيارة للليزوتيل يسكراح الأكثر من هوتيل الليزوتيل اللي كراهالو كل شي أمين بالعزو يقول لهم البروكولر بتاع حسين داي رأوا في يدي أنا خلص له العطلة وعندي أسرالو دور كنقلوا عنده أسرالو ممكن جداً اللي كراهالو ممكن كان نحاط له كاميرا ممكن إذن هذا نقول له يا وكالجمهورية خذ حذرك اللي كراهالك فيه قادر يكون نبعث واحد من جماعتي وقل له ركب لي كاميرا وميكرو باش مبعد نبتزوا ودوكش ما كان يتحرك كذا كذا نش بدلوا الأرشيف هذا بالنسبة للوكيل الجمهورية بالموندريس حسين داي نخلوا على جهة الآن في القضية الأخطر والأهم وهي أنه بتاريخ بتاريخ تلتاش سبتمبر تلتاش سبتمبر هذا اللي فات مصالح الأمن في الشرقة كانوا دايرين باراج عادي مع الليل تشوفت عليهم سيارة فيها واحد شاب سيارة من نوع بورش ماكان بورش ماكان هذية يجي فيت فيها واحد الجون حبسوا دورية عادية شافوا شوية دايخ زاطل فتشوا هلقوه باللي ضرب الغابرة هذيك يشموا هذيك الكوكايين ضرب الغابرة فتشوا له الطنوبي لقوا عندو خمسمائة قرام خمسمائة قرام معناتها نس كيلو ولو شين هي أخي خمسمائة قرام مش خمسين قرام خمسمائة خمسمائة قرام معناتها نس كيلو خمسمائة قرام غابرة يلقوه رفدها معاه طبعا داو الكوميسارية وحقوه معاه وخبروا وكيل الجمهورية الذي أمر بفتح تحقيق فتحوا التحقيق ودوا هذك الجون هذك الدوا حقوه معاه مليح مليح وزيروه قالوا يودينا قالوا منيجبت السلعة هذي خمسمائة قرام منيجبتها قالوا يودي يشتريتها من عندو واحد فلان بن فلان عندي اسمه طبعا فلان بن فلان يسكن في حيدرا قالوا ركب معاه هذك الدوا هذك الدوا طبعا جابوا اذن من عندو وكيل الجمهورية انهم يقوموا بعملية اقتحام وتفتيش في الدار تعسيد اللي بعنوا داروا لقاوا عند السيد في حيدرا لقاوا عندو ثلاثة كيلو غرام كوكايين ثلاثة كيلو غرام كوكايين وقاوا عندو مبلغ مالي ستاة مليار سنتيم ستاة مليار سنتيم يسباز دراهم لقاوا عندو كاش ستاة مليار وثلاثة كيلو غرام كوكايين والقاوا عندو